عايز اقول لكم ان المواجهة بدأت مواجهة بدأت يعني ايه الولايات المتحدة الامريكية بعد ما انا قلتلكم تقرير منظمة الصحة العالمية اللي عصل لما راح الفريق بتاعهم الى ووهان في الصين وطلع قال لا احنا تأكدنا الفيروس مخرجش من المعمل ولا فيه ما يؤكد انه هو مش عارف صدر من الصين ولا ما يؤكد انه كان قابل كل الاتهامات اللي كانت موجهها خلال السنة الماضية الى الصين خرج تقرير منظمة الصحة العالمية عشان يطلعها على فشوش الولايات المتحدة الامريكية طلعت تعليق شككت فيه فيه التقرير اللي اصدرته منظمة الصحة العالمية عن منشأ الكورونا المتحدثة باسم البيت الابيض طلعت بتقول ان ادارة جو بايدن تتطلع الى التطقيق في بيانات تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ كورونا اهلا بكم في المواجهة العالمية هو مين اللي عمل الفيروس هو مين اللي طلع الفيروس للعالم فاكرين انتهامات ترامب للصين فاكرين التهديدات المتبدلة في بداية 2020 بين البلدين استستمر الادارة الامريكية وقالت ايه ان الادارة لم تشارك في تخطيط او تنفيذ التحقيق وتريد اجراء مراجعة مستقلة لنتائجه والبيانات الاساسية يعني الادارة الامريكية عايزة مراجعة مستقلة بعيدة عن منظمة الصحة العالمية تفتكروا كل الكلام اللي انا كنت عمل اقوله عن منظمة الصحة العالمية انا بقولك انا في يوم من الايام اريد بعيد في تحقيقات ستجرى مع منظمة الصحة العالمية وقيادات منظمة الصحة العالمية ودور منظمة الصحة العالمية وفاشل منظمة الصحة العالمية في احتواء هذه الازمة او التعامل معها الادارة الامريكية خارجة تقول لها من عايزة تحقيق منفصل واجراء مراجعة مستقلة بعيدة عن نوك وانه من الضروري ان يكون لدينا فريق خاص من الخبراء على الكرة في الارض على الارض في الصين على الرغم من عودة الادارة الامريكية الى منظمة الصحة العالمية يعني اول قرار اخدوا بايدل اللي حداركم تفتكروا ان يعيد الولايات المتحدة الامريكية لعضوية منظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب بتاع ترامب طبعا الانسحاب ده معنا انه طبعا معنا انسحاب منظمة دي مش حدي لها الفلوش لان كل عضو في اي منظمة دولية بيتفعلها جزء من الفلوس اللي يتم توردها علشان تقوم هذه المنظمة بعملها بايدل رجع امريكا ولكن تخرج الولايات المتحدة الامريكية في اول تعليق في الصحة او في مجال الصحة على منظمة الصحة العالمية وتقول لهم تقريركم مش عجبنا وعايزين ناس وخبراء على الارض في الصين مستقلين مش من خبراء منظمة الصحة العالمية علشان نعيد التطقيق في كل التقرير اللي انتوا طلعتوا ده الشرق الامريكاني خدوا بقى ايه الجميل بقى الحلو الحلو ايه حضراتكم ان الصين ووزارة الخارجية الصينية خرجت علشان ترد على الولايات المتحدة الامريكية فخرجت وزارة الخارجية الصينية بتقول ايه بتقول زي ما احنا فتحنا ابوابنا للتحقيق في مصادر الفيروس نعمل ونتمنى يا اخواننا ابتاع امريكا انكم تفتحوا الولايات المتحدة الامريكية امام خبراء منظمة الصحة العالمية لاجراء ابحاث حول منشأ فيروس كورونا المستجد واخدين بالكم من الاتهام ولا لا ان احنا عندنا النهاردة بلد خارجة الصين رسميا بتطالب بنوزارة الخارجية الصينية بتقول للولايات المتحدة الامريكية زي ما احنا فتحنا وقدمنا كل المعلومات بشفافية في الصين نرجو ان تفعل الولايات المتحدة الامريكية نفس الشيء امام الخبراء وتفتح ابواب الولايات المتحدة الامريكية حتى يتحقق الخبراء من منظمة الصحة العالمية هو الفيروس ده طلع من عند مين وطلع منين المواجهة في هذا الشأن قريبا انا بتابع الحالة في المكسيكا جماعة في الكورونا الحالة وصلت الى مراحل لا تتخيلوها في المكسيك لما بقرأ ماذا يحدث في دول العالم بحمد ربنا ربنا لطف بينا جدا 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 المكسيك لم يعد عندهم اماكن في اي مستشفيات وفي ناس ماتت على ابواب المستشفيات في ناس لان حالة اقتصادية سيئة للغاية وصل الامر وده كان باليوم السابع حتى وانا عجبت جدا بالزميلة اليوم السابع في هذا التقرير وهذه المتابعة في ناس بتبادل انبوبة الاكسجين بالعربية يعني يقول له انا محتاج انبوبة اكسجين لان انا عندي اصابة في البيت وكورونا وخد عربيتي بس يديني انبوبة اكسجين عشان يعيش عشان المريض بتاعي يتنفس الحمد لله الحمد لله ان ربنا بيلطف بينا ولطف بمصر وربنا يلطف بعباده وربنا يلطف بكل شعوب العالم من هذا الوباء ونعرف خرج لنا من ايه